نشر بقى نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي محمد صلاح صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع الانستجرام من احدى التدريبات الفراعنة في المعسكر المغلق ببرج العرب زي ما حضراتكم شايفين كده مكتوب عليها ايجبت ويعني اعتقد ان دي دلالة على حاجات هنتكلم فيها بعد قليل ويمكن صلاح مشاركش مبارح في المباراة الودية امام تنزانيا واللي فاس فيها المنتخب الوطني بهدف سجله احمد المحمدي وجال الصلاح على دكة البودلاء طوال اللقاء وطبعا زي ما كلنا بنتابع بيستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس الامم الافريقية اللي هتستضفها مصر واللي هتبدأ يوم الجمعة الجاية بمباراة الافتتاح بين المنتخب المصري وزنب أبوي ليه بقى بقول لحضراتكم ان يمكن صلاح يعني الصورة دي لها دلالة معينة وان كلمة ايجبت او مصر يعني مكتوبة وهو مصور الصورة دي بالطريقة دي يمكن صلاح تعرض للفترة الأخيرة لحملات هجوم وحملات دعم على الجانب الآخر دايما المسألة اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت لو بدأنا من بعد العيد مباشرة أو من بعد شهر رمضان كريم مباشرة ولما صلاح كان موجود عشان بيقضي أجزة العيد بدأت بتجمهر الصحفيين والأهالي أمام منزل صلاح وده اللي منعه من الذهاب لأداء صلاة العيد وده يمكن كنا نقطة اتكلمنا عليها قبل كده في الجمعة في مصر مسألة الخصوصية والحفاظ على الخصوصية لما صلاح اتكلم عليها وقال ان هو يعني الموضوع ده بيقرقه أو دايقه بدأ البعض يهاجم صلاح ويقول انه يعني صلاح بدأ يتغير وان صلاح متدايق من حب الناس أو من تجمع الناس لكن في النهاية يا جماعة لازم كلنا نحط نفسنا مكانه هي مش مسألة دعم لصلاح وخلاص أو مسألة دفاع عن صلاح وخلاص هي الفكرة فكرة ان احنا نحط نفسنا مكانه خاصة ان احنا دخلين على مرحلة مهمة خلال الفترة اللي جاية واي حاجة بتحصل بتأثر على معنويات وهو ما تغيرش لكن هي الفكرة في مسألة الخصوصية واحد ما قدرش يخرج يصلي العيد بسبب التجمهر الشديد أمام منزله واعتقد ان ده ضد الخصوصية بأي حال من الأحوال على مستوى مصر أو على مستوى الدول العربية أو على مستوى العالم كله فده يمكن كانت أول نقطة تعرض لها صلاح بمجرد انتهاء شهر رمضان الكريم الجزء الثاني كان بظهور صلاح في الصور الأخيرة اللي ظهرت له في الجونة وهو متصور مع السمك بدأ الكل يتكلم عن صور اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة بدأ يبقى فيه كلام وفيه هجوم على صلاح انه هو تأخر على الانضمام للمنتخب قبل ما نعلق على الصور دي وأهميتها خلينا بس نوضح ان صلاح أنهى الموسم الكروي الخاص بي متأخر وده بسبب مشاركته طبعا في بطول الدوري أبطال أوروبا وكان زي ما بيقولوا كده يعني رجله في الملعب وباقي اللعيبة اللي انضمت بدري للمعسكر خلصت الموسم مع فريقها من بدري كانوا محتاجين على عكس صلاح للمعسكر معسكر الإعداد لكن صلاح بالعكس بقى هو كان محتاج لراحة سلبية علشان يقدر انه هو يفصل شوية الناس كلها اتكلمت في مسألة ان صلاح متأخر على المعسكر وانه هو مش مهتم وانه هو يعني مهتم اكتر بدوري أبطال أوروبا لكن الناس نسيت ان صلاح بالصور دي وطبعا يعني غير النقطة اللي وضحناها دلوقتي صلاح بالصور دي من خلال يعني كم الملايين من المتابعين لصلاح على فيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام يعني ده على بس فيسبوك اكتر من 13 مليون من جميع انحاء العالم غير انستجرام وغير تويتر الصور اللي صلاح اخدها في الجونة الصور دي كان ليها مرضود مهم جدا على السياحة المصرية كل الصحف والمجلات العالمية تناولت صور صلاح في الجونة صلاح في النهاية كان ممكن ان هو يقضي أجاسته في أي مكان في العالم ولا كان حد هيحس به ولا كان نزل صور وحتى لو كان نزل صور محدش كان هيهتم قوي زي ماهتمه ان صلاح دلوقتي في الجونة ومش مهتم بالمعسكر ومش مهتم بالتدريب صلاح الصور دي يعني يمكن اللي هيركز فيها هيفهم ان صلاح كان حريص جدا على انه هو يروج للسياحة لمصر وده اللي حصل ويمكن اللي سفروا الجونة في الفترة الأخيرة ويمكن الفترة كمان اللي بعدما الصور دي نزلت فيها لمحمد صلاح هيلحظوا ان كان فيه زحمة وزحام شديد في الجونة ده طبعا بسبب فترة العيد والأجازات لكن كمان اعتقد ان وجود صلاح هناك دعم المسألة دي في شكل أكبر خاصة مع وجود عدد كبير من المشاهير المصريين بنتبع مع حضراتكم دلوقتي كمان على الشاشة صور لعدد من المجلات والصحف الانجليزية اللي نشرت صور صلاح في الجونة وطبعا زي ما بنقول لحضراتكم لما لاعب بحجم صلاح على مستوى العالم يتصور الصور الملفتة للانتباه دي وتنزل فيه الصحف العالمية دي عوامل من عوامل الجذب السياحي اللي احنا للأسف الشديد يمكن مش بنستغلها بشكل كبير جدا في مصر فيعني لحضراتكم يعني يمكن فيه ناس تعرفوا فيه ناس ما تعرفوش الحاجات دي بيتدفع فيها فلوس ان لو يعني نجم عالمي سواء كان في الفن أو في الرياضة أو في الشأن العام راح لمكان معين وتصور فيه عادة ده بيكون يعني بهدف الترويج السياحي وبيكون شبه أعلانات مدفوعة صلاح بيروج لبلده بيروج لمصر ولكن للأسف البعض يعني هاجم صلاح من خلال السور دي معرفش ازاي احنا شفناه ان صلاح بيحب مصر وصلاح عمره مكان متعالي بالعكس صلاح لما جيه دايما بينزل بلده وشفنا صور لبنته واللي الكل كان بيتكلم عنها انه هو اهتم ان هي تكون في بلده ومعاه بيروح بيقعد مع صحابه هو مش متعالي لكن فيه ظروف كتير جدا محيطة بصلاح خلال الفترة الماضية وبيتعرض لضغط كبير جدا سواء على المستوى العالمي واحنا يمكن شفنا حملات حتى على المستوى العالمي بتحاول ان هي تنال من صلاح لكن كمان مش هيبقى على يعني المستوى المصري احنا شعب يعني شعب صلاح احنا المفروض ان احنا نبقى بندعمه خاصة ان احنا دخلين على بطولة مهمة خلال الفترة اللي جاي خاصة بقى وده يمكن مرتبط بالجزء الاخير اللي بقول لحضراتكم خلصنا من موضوع السور دخلنا على موضوع تاني مسكنا فيه ان صلاح طلب انه هو يقعد في غرفة لوحده لما نضم للمعسكر الكلام ده غير صحيح نهائي اللعيبة كانوا 24 وبعد ما اجيري استبعد فتوح وابو جبل بقوا 22 صلاح زي ما حضراتكم كنتوا بتتبعوا هو انضم متأخر يعني متأخرا للمعسكر فما فيش حد قاعد في قوضة لوحده علشان صلاح يكون معاه فبالتالي صلاح بما انه اخر واحد انضم للمعسكر فبالتالي ده كان السبب اللي خلاه يكون موجود في قوضة لوحده هو ما طلبش الطلب ده ولا طلب انه هو يتعامل معاملة خاصة عشان فيه ناس كتير جدا بتقول ده عمره ما بيحصل وحتى على المستوى العالمي عمره ما بيحصل وصلاح كمان عمره ما عمله يعني صلاح طول الوقت بيكون بيشارك زميل ليه في الغرفة وبالتالي يعني ما حدث يعني كان حدث استثنائي في الفترة الاخيرة ومن المفترض انه بما ان صلاح يعني ما شاء الله دايما مشرفنا على المستوى العالمي ان احنا ندعم ومعرفش ليه دايما بتطلع حملات من وقت للتاني بتحاول ان هي تهاجم محمد صلاح طبعا كل واحد ليه رأيه الخاص ودي حرية شخصية في مسألة القراء لكن احنا بنتكلم بما اننا يعني الجمعة في مصر فاحنا الحقيقة بتكلم باسم باسم زميلي وباسم كتير او بيدعمه محمد صلاح احنا بندعم محمد صلاح لانه هو بيمسلنا في يعني المحافل الرياضية العالمية وبإذن الله منتظرين منه المزيد خلال الفترة اللي جاية في البطولة الافريقية كل الدعم لمحمد صلاح وكل الدعم الكل نجمنا ويأبطلنا في المنتخب الوطني بإذن الله بنتمنى ليهم كل التوفيق موسيقى